ابتداء هذا الوضع السيء الذي رأيناه هو أكيد نتيجة لمقدمات سيئة كانت من الشهر السابع تقريبا أتحدث أنه بغداد ستغرق بغداد ستتعرض إلى أزمة بالأمطار وهو متوقع كل عام وبحكم عملي في هيئة خدمات بغداد في فترة سابقة وإيضا في مجلس النوافي لجنة الخدمات والبينة هي نتيجة طبيعية لأنه أنت اليوم حتى يجي فصل الشتاء وحتى تستعد للأزمة لا بد أن تكون هناك استعدادات حقيقية لهذه الأزمة وعادة الأمان تبدأ باستعداداتها من الشهر السابع الشهر السابع الثامن التاسع استعدادات كفية لأن تتفادئ مثل هيئة أزمة لأنه اليوم الأمطار الصحيح هي أكثر من 75 مل بس الأمطار هي كانت فقط من الصبح تقريبا لحد الظهر يعني ما استمرت لحد الليل وكانت مستمرة لشان شفنا وضع أسوأ من هذا الوضع شفنا أكيد الأمين جديد لا يتحمل هذه المسؤولية باعتبارها أمين جديد لكن المسؤولية تقع عن من كان في الدارة صار لأربع سنوات وخمس سنوات في نفس الدارة المفروض يعرف شون يتعامل معه طيب هل لدينا الإمكانية خاصة يعني الأليات هل لدينا الإمكانية لممكن معالجة هكذا أمطر وبهكذا حجر؟ المفروض بغداد متغرق المفروض بغداد متغرق لأنه بغداد بيها نهر دجلة ممكن نصرف عليه خطوط طوارئ وبيها برصافة قناة الجيش اللي يخلو بيها أكثر من 23 خط طوارئ وبيها أيضا برصافة قناة الشرطة وهي قنوات لتصريف مياه الأمطار لو كانت هناك استعدادات حقيقية لو كانت هناك صيانة لمشبكات في المحلات لو كانت هناك صيانة للخطوط الناقلة حقيقية لو كانت هناك صيانة للمحطات كان ما شفنا اليوم الأزمة اللي شفناها أمانة بغداد ما عملت ولا كانت استعداداتها بالمستوى المطلوب قلال فترة اللي ماضية وهذه النتيجة اللي شفناها هي نتيجة طبيعية للأزمة اللي صارت فيه